أنا عايز أستأذنك أنه أنا أقول هم جملتين وده اقتباساً مما تفضل بيه فخامة الرئيس النهاردة ما تخافوش من بكرة وعلشان كل أسرة مصرية وقفة جنبي طول ما إحنا كده مع بعض محدش أبداً 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 يقدر يعمل حاجة كيف رأيت هذا اليوم ورأيت قرارات لم تكن متوقعة على بال أي حد طيب أنا يوسف أنا مشوقف عند القرارات ماشي دي قرارات معتادة من طوال 8 سنوات لأنه دي شبكة حماية هي خطوة هي قرارة استراتيجية للدولة المصرية أنها تكون أكبر شبكة حماية للمجتمع المصري طوال الوقت وده بين في فكرة أنه الدولة شارت الدعم الدولة بتعيد تشكيل الدعم مش شارت الدعم بالعكس الدعم لما تنظر لنظرية الدعم في مصر تجدها مستكثرة وتعظمة المعاشات شوف زيادة الأجور شوف من 8 سنوات كان الحد لأدن الأجور كام شوف زيادة كام قديه تنهارا بتكلم في 3500 جنيه كان كام كان 1200 جنيه اللي بتكلم ويقولك إيه هي الفلوس بتروح فين هو فين الدعم هو فين هو إيه اللي بيحصل هي طرق كباري لأ بص على شبكة الحمال الابتماعية شبكة ضخمة أنت بتكلم على تعداد سكان 110 مليون ده ست دول أوروبية ست دول أوروبية ومصر تساوي ست دول أوروبية شوف شبكة الحماية عاملة إزاي أنت بتكلم النهاردة قرارات النهاردة ليه علاقة بالحماية الاجتماعية قرارات النهاردة هي بالمناسبة آه تاريخية آه مهمة بس ده 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 مخطط قوم استراتيجي للدولة أنها تشكل أكبر حامل أكبر 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 شبكة حماية الاجتماعية أنت عندك آه النهاردة أنت عندك خمسة مليون أو ستا مليون موظف النهاردة زاد ألف جنيه في الشهر حد أدنى آه ألف جنيه حد أدنى زيادة ألف جنيه زيادة حد أدنى شوف دور عامين كامل يار جنيه شوف اللي بيقولك أنه طبعا هتقولي طب هي على فكرة بالمناسبة المسؤولية الكبرى للدولة هنا بتبان جدا في المسألة دي لشبكة الحماية بس أنا عايز أتكلمك في حاجة تانية يوسف في فرق بين الوصول والتأثير الوصول والتأثير آه أنت ممكن توصل لآخر نقطة في الصعيد عندك إسم شرطة وعندك وزارة وعندك واحدة صحية وما شابه لكن أن تؤثر ده أمر صعب جدا الحالي يومية للمواطن اللي بيحصل أن الدولة تؤثر في الأطراف اللي حصل النهاردة في المياه ده يديك إشارة مهمة جدا أنه فكرة الوصول للأطراف ودي فكرة استراتيجية عند الدولة المصرية عند الرئيسة بتاع السيسي من أول ما جاء أنه هيقضيها المركزية يقضيها إزاي أنت تعلم جيدا أنه مصر النزوح دايما للقاهرة الكبرى كان دايما بيجي والأطراف والأطراف نفسها كترخوة وكان فيها مشاكل طوله بص على الأطراف عند منحي مرسى وتروح بص على أطراف في الصعيد بص على أطراف في سيناء دايما فيها مشاكل مشاكل اللي علاقة بالقطة القومية والاستراتيجية والتنموية والمعيشية والوظيفية لأن كل الخدمات دايما عارفوك دايما طول الأمد الحياة في مصر أن القاهرة الكبرى هي مركزية الدولة ولذلك الكثافة اللي متبص على القاهرة هتلاقي فيها عشرين تلاتين مليون تقريبا أنا ما عنديش رقم يعني وطول الوقت فيه نزوح وطول الوقت مفيش خدمات ودعك بالأحاديث الجميلة الزهزاعة يعني أنه لازم نصعيد ناخد بالنا منه لازم ناخد بالنا من سيناء انت بص على الصعيد وسيناء الزيارتين بتوع المرة اللي فاتت دون الرئيس جاي من سيناء هو المبارح بيعمل عملية الصفاف بيتحدث عن مشروع قومي آخر جديد في تنمية سيناء آخر وإذا بالسيارات والمعدات تصطف الصفاف أنا قلت هناك شيء مذهل يعني مئات المعدات معدات ضخمة معدات ثقيلة والرئيس كان بيتحدث عن مشروع قومي استراتيجي آخر بعد كل التعامل في سيناء ده رئيس الوزراء عرض اللي حصل في سيناء مذهل عرض مفصل والهيئة الهندسية عرض مفصل كان دقيق بالجنيه والشلن كان واضح الكلام عملنا وعملنا وعملنا وكان بيقسم كل شيء في سيناء سيناء ما حصلش فيه كده ما حصل لم يسبق لسيناء ان كان هو الرئيس الوزراء ألف حتى في شرح في الكلمة بتاعته واشكورا انه كان طول الوقت الدولة المصرية بتسيب سيناء عشان تكون حاجز يعني مانع طول وقت عن العاصمة وعن الحضر خدت بالك الدكتور مصفى منبولي قال لما احنا استعنا بالزكاء الاصطناعي موقع نواتشات جي بي تي صحيح صحيح وقال ولما قلنا له سيناء سحراء فقالت سحراء سحراء انت بتروح بقى خد بقى اطلع بقى من سيناء اطلع على الصعيد هو اللي بيحصل في الصعيد الصعيد طول الوقت طول الوقت لديه غصة وعنده عقدة الاضطهاط انه معيد عن عائنا الدولة معين عن اهتمام الدولة معين ده طول وقت وكانه حق طبع اللي حق أنا من الاسوان وانا بقول لك أنا عارف انا ابني من ابناء الصعيد انا عارف بقول لك ايه طول وقت وiringا نتكلف لك بحري بحري حتى نفذ بحري ده يقول لك بحري متعواجي بحري دول متعواجي بحري دول الصعيد دايبا يشعر بالمرارة طول وقت حتى أبنائه اللي هما بينجحوا ربنا بكرهم بينجح في القاهرة وينجح بحري ما بينجحش هناك لأن العوامل مش موجودة أنت تتحدث الآن أنظر كده الرئيس زار أسوان مشروع قومي زار سواج مورتين المينيا بن سويف بص أكمل مشروعات القومية وبعدين رئيس ما بروح ورشو الوحدة بياخد معنا تقريبا الحكومة معنا الحكومة تقريبا بروح مشروعات قومية استراتيجية مصانع بتفتح تنمية ضخمة جدا 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 لا الوضع مختلف أنا أحدثك عن نظرية الأطراف الوصول إلى الأطراف الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتح السيسي تصل لأول مرة إلى الأطراف أنت بص على المشروعات اللي بتتم في مرسة مطلح والعالمين بص على المشروعات اللي في سيناء بص على المشروعات اللي في الصعيد تجد أن دي فلسفة دعك من المينيا المينيا حدث عظيم وجلل ده حقيقة لكن بص في العمق إيه اللي بيحصل أن الدولة المصرية تصل إلى الأطراف لأول مرة تقريبا يعني أنا معرفش كان بس أنا بقولك في المئة سنة الأخيرة أو المئتين سنة الأخيرة طول الوقت كان التركيز في القهر الكبرى الأطراف كان دايما فيها مشاكل فيها رخوة حتى كل المشاكل حتى عندك حتى المناطق الحدودية دايما كلها مشاكل التنمية مش موجودة دعك من الحديث الزائز أنا مش وصل للناس بقى ما عملتش تنمية ولا عملت حاجة للناس لا شرق ولا غرب ولا جنوية ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة أنا لسه قيل الكلام ده بالمناسبة من أنت قلته ده من ثلاثة ايام صحيح قلت يا جماعة إحنا متين سنة ما عملناش حاجة للناس